مجموعة رسائل على الأيتام يعني حاجة محبطة إحباط فظيعة يعني حاجة ما تصدقش إن ده ممكن يكون موجود وإن كنا بنسمع طبعا حكايات كتير ومحدش بتعاطف سنوات ضياعة بتقولي واحدة بتقول إن دي سنوات ضياعة الست كلامها صح وأنا أرملة ومعايا أيتام ومريت بظروف صعبة ومحدش بتعاطف معانا وكل كلامك مش هينفع للناس دي مش هينفع مش مهم ينفع الناس دي لأن الناس دي شيل كلمة ناس دول كده يعني الناس تمشي على رجلين وخلاص إنما في ناس تانية ممكن الكلام ده يكون يساعدهم في حاجات كتير فمش ضروري إن الناس كلها إحنا هنصلح الناس كلها بس يعني يعني مش عايز أقول لكم بقى قعد أقول لكم بقى آيات كرآنية وعايز أقول لكم حاجات وآيات من الإنجيل والتوراة يا جماعة يعني اللي حيعيش 200 سنة يقولي ولا أقوله يقتل في الناس وماشي ويدبح فيهم اللي شوف أنا حقولك حكاية بسيطة ويوالله دي حصلت من حوالي مثلا يمكن أكثر من 40 سنة وكنت في شارع رشيدي ده شارع جنب بيتنا في حي المونيرة شارع معروف وكان بيتنا ورانا كده حارس ما حارت شارع المريز ده كان بلعى فيه حمد أمام وهو صغير كابتن عظيم الله رحم آآ آآ أنا كنت قاعدة عندي حلق بحلق في راجل كده في توك يا ضخم كده زي الباب وعمل يزعق بره ويتخانق ويزعوش خنات وانا طبعا ناسبنا حاعدنا نتفرق كنت صغير يعني كان عندي 20 سنة ولا حلق وما هو بيتخانق كده راح الدخلة في أسباعه بين الدوفر والجلد عبارة عن حتة خشب قد كده مش باينة وإذا بهذا الرجل يصبح لا شيء ها الحوني الحوني مش عارف يشيلها داخلت جوه مين بقى لشيلها؟ الحلق حكيم الحتة دخله وهو بقى ايه منهار ما يستويش ثلاثة تعريفة بعد ما كان هازس الشارع كله دخل الحلق داس بتعمل قاط ها شالها ما هو ما انتبهش خرج كامل الخناء ما انتبهش ان ربنا اداله آية ولكل الناس ان شوف انت في ضخمتك وليلي انت عامله تقول له حتة خشب قد كده اتجيبك الأرض بيبقى البناء ادم زي الفل وماشي زي الفل يروح للدكتور يقول له انت عندك كذا وكذا وكذا يرجع مكسع فايه يعني يعيزين منها ايه ايه اللي خد يقول لنا يعني انا مش بديكوا نصائح والله بس بقول لكم انه قربوا المسافات تعالوا نقرب المسافات للناس اللي قلوبها متحجرة ودي موجودة طول الوقت في كل حتة تعالوا نقرب المسافات لان القسوة في الحياة موجودة بالطبيعتها الوحدة الوقت في مجتمعنا في كل حتة في كل تصرف في خشونة فمن خشناش احنا على بعض ترجمة نانسي قنقر